اهلا بكم. اهلا دي الحقيقة كانت اه معمولة مخصوصة علشان اه نعرف ايه الفكرة بتاعت اه مشروع فالح اللي هو عبارة عن اه مشروع هدفه ان يطلع اه في البيئة المصرية ودي برضو نقطة مهمة وبالامكانيات متواجدة في السوق المحلي. اه فا اه لو حبينا بسرعة كده نشوف ايه حكاية الربط بتاعنا ده هنلاقي ان احنا اه من بداية اه الزراعة الادوات الزراعية كانت مهمة جدا بالنسبة لاي مزارع اه ومن غيرها يمكن ما كانش الانسان هيقدر يزرع في الارض اه باي شكل من الا ان اه حصل تطورات محدودة بشكل عام اه اهمها كان يمكن دخول الميكانة الزراعية وابتدت اه اه المطور بقى او الباور بتاعة المحركات تدخل معانا في الزراعة لكن ما زال في اعتماد عالي جدا في كل اه الميكانة الزراعية برضو على وجود المزارع ودي حاجة مش غريبة اه على اساس ان الزراعة تعتبر بشكل عام من اه الانشطة البشرية يعني اللي بتحتاج اه عمالة اه كتير اه ابتدى في السنين اللي فاتت تظهر اه 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 معدات زراعية اه اوتوميتد وده اللي احنا عايزين نوصله الحقيقة اه الفكرة الاوتوميشن هي انه ممكن ان انا اه العمالة اللي موجودة تستغل بشكل احسن اه بحيث ان الاعمال اللي ممكن تقديها الماكنة بقى بشكل اوتونموس اه تعملها وتسيب فرصة للبني ادم انه يعمل الحاجات الاهم اللي ما تقدرش الكمبيوترز او الروبوتس ان هي تعملها اه لكن اه لسه في development كتير جدا 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 في المجال ده اه محتاجة ان هي اه تتدرس وتتحل مشاكلها اه الفكرة ان احنا اه الاجريكالتر الروبوتس دلوقتي بقت دخلت فعلا في السوق اه يمكن هنا اه بناء على كلام اه عرضته ويكيبيديا اه بيقول ان السوق اه بتاع الاجريكالتر الروبوتس حوالي اه حداشر نص مليار دولار في سنة الفين خمسة وعشرين بينما يمكن في هنا اه مصدر تاني ماركتس اند ماركتس بيقول ان اه حجم السوق ده ممكن يوصل لعشرين مليار اه دولار اه في كلتا الحالتين احنا عندنا اه حجم كبير سوق كبير اه المنتجات الزراعية مطلوبة مفيش غنى عنها باي حال من الاحوال وبالتالي احنا اه مش بنتكلم ان احنا اه يا ترى نستخدم الروبوتس ولا لأ وانما اه ازاي نستخدمها بشكل اقتصادي اه الروبوتس بغاية النهاردة تعتبر غالية اه على قال في مصر مقرنة باسعار او اه اجرة اه العمالة اليدوية اه لكن اه في على الجانب الاخر العمالة اليدوية اه بتغلى وبتندر اه عدد الناس اللي بيعملوا في الزراعة بيقل مع الوقت اه على الاقل كنسبة من اه السكان بشكل عام في مصرف العالم كله اه وفي نفس الوقت اه في النهاردة اه فرصة اكبر لليد العاملة دي انها هتنتج بشكل اه اكثر كفاءة اه وتطلع منتج اه اغلى اه وبالتالي اه ان انا استخدم العمالة دي في العمالة الزراعية اه يعتبر اهدار للمهارد الاقتصادية. ابسط اه من قياس لكده ان احنا بنتكلم ان اه المعدل الانتاج المحلي في مصر للفرض الواحد حوالي امتين وخمسين دولار في الشهر. طبعا اه امتين وخمسين دولار في الشهر ده يعتبر ملبخ ضئيل جدا مقارنة بدول تانية كتيرة. اه مش بس كده اه ان ده بينعكس على السعر المنتج الزراعي نفسه. المنتج زراعة مصر اه بيبقى في احوال كتير غير منافس. اه يمكن مازال بيخدمنا وجود النيل اه في كمائي كمصدر للمية. ووجود المناخ المعتدل الى حد كبير. اللي هو برضو بيخدم منتجات زراعية متعددة. لكن مع الوقت الكلام ده اه بيتضاقل اه كفاءته اه بتضاقل اه عن الكفاءة دي. فالفكرة ان احنا المطلوب ان نعمل آآ رابط آآ يقدر يكون آآ وده آآ شيء يعتبر طبيعي آآ مش منطقي في آآ آآ البيئة الزراعية اللي هي فيها متغيرات كتير جدا. آآ علشان يعمل آآ المطلوبة آآ بشكل آآ آآ بكفاءة آآ وفي نفس الوقت المفروض ان يكون ارخص من المتاح من آآ العمال. آآ في نفس الوقت جزء من الهدف بتاع المشروع هو ان آآ تبقى محليا آآ وبالتالي تكلفة ده هتبقى اقل. آآ وعلى الجانب الاخر استخدام آآ آآ الامكانيات المتاحة في السوق المحلي. صحيح اغلابها مستورد لكن ما زالت متاحة في السوق المحلي بشكل عالي ومن هنا آآ يبقى برضو سهل آآ الصيانة والتطوير آآ بشكل عام. المشروع هيتقسم الى آآ تلاتة فيزز. آآ الفيز الاولانية هتبقى بسيطة جدا. آآ نطلع سيمي اتونموس آآ تقدر تتحرك على آآ باعتبار ان الارض الزراعية بشكل عام تعتبر غير منتظمة آآ لكن ما هياش ارض جبلية آآ فهي مش هنعمل حاجة زي المارس روفر مسلا. لكن في نفس الوقت ما هياش آآ مستوية آآ زي ما تكون بالبلاط او بالاسمن. آآ وفي نفس الوقت ده آآ في الفيز الاولانية دي هنبتدي نلم اياسات صور او آآ حاجات ممكن تتقاس بسنسورز مختلفة. آآ بحيس ان الحاجات دي تتنقل لآآ ونقدر نعمل عليها آآ او آآ بحيس ان نحن نقدر نبني آآ آآ كويس آآ الفيز التانية بقى هنبتدي ندخل ونقدم آآ خدمات اكبر مش بس هنبتدي نحاول نعمل آآ روبوت اكبر شوية يقدر يشيل مقدرة آآ ويتحرك ويكون فيه بحيس انه مسلا يقدر آآ ينتزع بعض الحشائش آآ بسرعة ويقدر ياخد آآ قرار في انه انتزع الحشائش دي آآ آآ اند اور انه آآ يلم الثمار المتسقطة اللي هي ممكن وجودها آآ بيشكل آآ مشاكل آآ على الزراعة بتلم الحشرات اللي هي اساسا بتضر بعد كده الثمار اللي موجودة. آآ في نفس الوقت هيبقى آآ هنحتاج نبني عشان يقدر هو بقى آآ يايدنتفاي دي ويبرفورم آآ 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 فيس ثري بقى المفروض هنوصل آآ آآ الخدمة آآ الشبه كاملة اللي فيها هيبقى على آآ محرك كبير آآ هتبقى آآ 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 جرار زراعي سواء جرار زراعي صغير او جرار زراعي متعصط الحجم آآ بس يبقى هندخل الباور بتاعة المواتير الديزل آآ علشان نقدر ناخد آآ آآ وبالتالي ممكن يستخدم في آآ نقل آآ نقل وجمع الثمار او انه هو آآ ياخد معا آآ الاسمدة ويحطها آآ آآ عند المزرعات آآ آآ او انه هو آآ يجرر تانك في آآ بعض المغزيات الكيموية او المبيدات الحشرية آآ آآ ويروش آآ بشكل اكثر اقتصادي يقل الاهدار آآ 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 المواد الكيموية اللي هو من ناحية اهدار في الموارد ومن ناحية تانية بيضر البيئة بشكل عام آآ آآ وطبعا ده برضو هيحتاج آآ 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 دي يبقى في آآ آآ اكتر من دراع مجموعة من الكاميرات مجموعة من المايكرو بروسيسورس آآ آآ على الفيكل وكل ده مش هيستغنى عن وجود الجراوند ستيشن بحيس ان الجراوند ستيشن دي هيبقى اولا فيها آآ آآ بروسيسنج باور اعلى وعلى الجانب الاخر آآ ممكن يبقى فيها كمان آآ آآ كن آآ كن تاكت مع الانترنت وبالتالي نقدر نستخدم آآ آآ السيستم ده آآ ريموتلي طيب آآ آآ كل ده كده مع بعضه جميل جدا آآ لكن ممكن ما يعني ايه آآ آآ نلاحز ان هو محتاج كزا مرحلة في الشغل آآ المرحلة الاولى يمكن مرحلة مش مغرية لحد وهي مرحلة ان يبقى فيه فيكل اوكي ودي آآ كانت العقبة الاولى اللي وقفت في طريقي وانا بحاول اعمل ده من هنا آآ قررت ان انا اشتغل على آآ 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 اجهزها عملت كزا آآ بروتوتيب آآ وحاولت اعمل الكنترول وبكزا تكنيك حتى آآ يعني اعملت بعض المحاولات في الماشين لورنينج آآ المهم ان وصلت اخيرا لآآ آآ بروتوتيب آآ آآ اللي هو آآ هنفرج على على الوقت دي رسمة آآ آآ لي آآ 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 عبارة عن عربية صغيرة روفر آآ عشرين عشرين سنتي في تلاتين سنتي آآ موجود فيها آآ عليها راسبري باي آآ اللي هي بتاعته وعندنا اتنين مايكرو كنترولرز اردوينو واحد اردوينو ميجا واحد اردوينو اونو آآ السنسورز اللي معاها عندنا آآ تلاتة آآ سنسورز الترا سونيك آآ في اربعة سنسورز على الروتيشن بتاع العجلة. وآآ في كاميرا. في اي ام يو بتقيس والجايروسكوبيك بوشن. وفي آآ ماجنيتك سنسورز بيقيس آآ دا الافيليبل دلوقتي. آآ الفكرة ان آآ آآ فالح بقى ده ده فالح فور آآ بيتواصل مع آآ 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 وده يمكن بيديني فرصة ان احنا نستخدم الواي فاي بيبقاش مش زال ريموت كنترول لازم دايركت لاين اوف سايت. لا. لما يبقى فيه واي فاي في مساحة والواي فاي جنرال بيقدر آآ يتعامل مع مساحات كبيرة. آآ يبقى آآ نقدر نكوميونيكات ما بين الاتنين. آآ على آآ 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 فيه السنسورز دي والمايكرو كنترولرز. يمكن هنا انا في الصورة دي ضعيف الجي بي اس. آآ باعتبار ان الجي بي اس سهل انه يتحرك. لكن آآ طالما الفيكل اندورز آآ يبقى مالوش لازمة. فانا اجلت شراء لما آآ نقدر نعمل فيكل آآ فور اوت دورز. آآ آآ هوريكو اللاتي آآ 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 شايفينه ده. ان احنا عندنا اتنين رئيسيين. آآ آآ فيها الكار اللي هو بتاع الموشن بس. آآ ودي معمولة بالاردوينو آآ الاردوينو آآ ميجا. عشان يتحكم في الاربع مواتير ويقرأ ويقرأ الاربع آآ وكمان الاريات دي آآ بيبعثها آآ لآ آآ بتاعت الفيكل. آآ عندنا السنسورس. آآ سنسورس دي آآ بعضها متوصل على آآ سي بيو دايركلي. وبعدها بيتوصل ب اللي هما الالترا سونيك الايكو. بيتوصلوا بآ آآ مايكرو بروسسور آآ مايكرو كنترولر اللي بيكوميونيكيت معه آآ سي بيو. آآ هنا بقى ييجي السي بيو آآ نفسها عليها آآ الكمميونيكيشن اللي هي بتكمنيكيت معه. آآ مايكرو كنترولرز وفي نفس الوقت بتكون آآ بتكمنيكيت مع المايكرو كنترولرز باستخدام بروتوكول اسمه آآ آآ وبتكمنيكيت معه. والسي بيو هي اللي بتكنترول العربية والليها آآ يوزر آآ انترفيس. عالجراوند سيتيشن بقى عندنا آآ كوميونيكيشن برضو آآ موديول آآ وآآ في داتا بروسسنج. ويوزر انترفيس. آآ نروح احنا بسرعة نتفرج على الفيديو آآ ونرجع آآ آآ نيجي آآ كلامنا آآ علشان نشوف ايه اللي مطلوب في المشروع بتاعنا ان شاء الله.